معدلة متدنية وكشف نقاط ضعيفة هي حصيلة نتائج الثلاث الأول من الطور الابتدائي تساؤلات عدة حول الأسباب ومن المسؤول عنها التلميذ، الأستاذ أم الأسرة؟ والفاعلون بالقطاع يوضحون التلميذ بلد هذه الظاهرة تتفشع وتتوسع في أوسط التلميذ أن التلميذ يفكر في كيفية الحصول على علامة يعني تؤهله إلى النجاح ولا يفكر في الحصول على علامة جيدة وعلامة ممتازة التلميذ ليس وحده يتحمل المسؤولية هناك أسرة التي للأسف شديد في كثير من الحالة تخلت أو استقالت في أداء دورها في متابعة ومرافقة أبنائها إلى ربما الحلقة الأبرز وهي المدرسة والأستاذ طبعا المدرسة الجزائرية في السنوات الأخيرة في سنوات القرية الأخيرة عاشت حالة من سحة عبر نزيف لجيل قديم من الأساتذة هذا الجيل اللي ربما حمل المشعل وأدى الأمانة على مدار سنوات طويلة وواجه تحديات كبيرة ووسط كل هذا شكاوى ورفض من قبل أولياء تلميذ لإدراج الوضاية الإدماجية في البرنامج التعليمي لتلميذ الإبتدائية معتبرين أنها ليست من مستواهم فيما لا يزال مشكل الحشو وكثفة المقررات الدراسية يطرح نفسه في قطاع التربية ما أثر على التلميذ وأوليائهم على حد سواء هذا الحشو هو قضية برمجة بداغوجيا من طرف الأساتذة فعلى الأساتذة أن يعرفوا كيف يبرمجون هذه الدروس ويقومون بالتنسيق فيما بينهم ولا يقومون بما يسمى الحشو لأن هذه الطريقة هي سهلة جداً ما على الأساتذة إلا أن يتعاملوا مع المنهاج تعاملاً ذكياً هو وضع يستدعي تدخل الوزارة الوصية للارتقاء بمستوى التعليم والرفع من النتائج المحصلة على اختلاف الأطوار التعليمية